عندما تقولوا لو أنه الحكومة سحبت النظام الأساسي قد ترجع للمدرسة وتدريس طبعا أول حاجة 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 هذه المسألة المخططة والأجندات هذه اللغة مرضود عليها جدا اللي خرج الأساسي هما مشاكل حقيقية متوارتة وكذلك النظام الأساسي اللي يجي غير محصف وغير محفز وكذلك يخرج الأساسي الأساسي من دائرة الوظيفة العمومية والصحب دياله كان غادي يحيد الاحتقال من التعليم وكيمكن أنه وهنا غادي نرجع من بعده نرجع نفصل في هذه المسائل كذلك أن الصحب دياله هو مطلب موليح ومن شأنه أنه يخفف مزادة موليح علاش علاش مبغيش يديرون الصحب وموكيبوش يجلبوا عليها الوزارة لأنه كين عندهم المراجع القانونية اللي مبني عليها النظام الأساسي الحالي هي مراجع قانونية تخرج الموظفين من دائرة الوظيفة العمومية نعطي مثلا في المراجع القانونية لرجعنا كين كاسة المراجع القانونية ينبغي أن تحدث من النظام الأساسي الحالي وإلا نسميهم موظفين نسميهم من اللي بغينا سنحفظوا على التعاقد ونحفظوا على التعاقد من داخل ونحفظوا على الخصصة يعني القطع ديال التعليم مسألة الأولى هو القانون رقم 54-19 الذي يحدث بمثابة ميثاق المرافق العمومية السادرة سنة 2011 مسألة الثانية هو القانون رقم 0-7 0-0 القاضي بإحداث الأكاديمية تدريد كيف يفكرني في الحقيقة في ديالجومس بوند لأن هذا هو أخطر أخطر القوانين التي بحالة القاتل المحترف الذي يحاول إخراج الموضة في دائرة الوظيفة العمومية القانون الثالث القانون الثالث في المرجعية هو القانون 17-51 القانون الإطار إذن هاد هاد القوانين إلا بقات في المرجعيات بمعنى نسميهم موضفين ونسميهم موضفين أوطر الأكاديميات هي الأمر سيان لأننا سنحافظوا على التوضيف الجهوي وكيف يسحبوا النظام الأساسي سحب النظام الأساسي سحب النظام الأساسي سحب النظام الأساسي سحب النظام الأساسي سيحيد الاحتقان هذه وق söyleyeبين أن إذا كانت ضمننا نحيدوا هذه المرجعيات القانونية لمنشأنها أنها تخرجنا من الوظيفة العمومية وبالتالي نقلصوا نضيرهم نظام أجلسي لأنكم لا تريدون أن تجربوا المدرسة الإدراب وإذن شي مخطط له أكثر الناس يدفعوا لمدرسة العمومية وما نساء رجال التعليم وأكثر الناس يضحون لمدرسة العمومية وما نساء رجال التعليم وهذا شي غلط في غلط الناس الذين يشريوا المعدات لكي نخدموا في المؤسسات سنعرى ليس الوزارة سلويات والأقلام وبزاف الأشياء ما نريد أن نقول لهم ليس الوزارة اللي كانت تديرهم بالتالي لكي يدافع على المدرسة العمومية يعني تجميد دير النظام الأساسي وتعديله ما كافيش ما كافيش لأنك يحفظ على الأساسي وخلق نقلص تعليق دير السياق دردو غيرت نقول لأساسي شاب السكريم هذا الوقت اللي كانضيعه في التعديل سوف يغيق أن تطوف الأزمة سوف نفس الوقت أكثر منهم في الزمن في الزمن لتهضر تقريبا من بعد 14 ينير كون سمعوا الأفينو في 14 ينير كنقول لهم أنه ما مغيراش نوقعه ومشوا من 14 ينير وما كيصنعوا نظام أساسي لجاب هذا الهتقان رأي نفسي هالتعديلات فقط تزيد في الأزمة نظام أساسي لأساسي لأساسي لأساسي